لكن تعالوا شوفوا بقى ما وضعت يدي عليه خلال الساعات القليلة الماضية من خلال إله بس احنا عندنا دوشة كتير وعندنا صخب وعندنا تفاصيل فتلاقينا احنا في حاجات بتفوت من هنا فاحنا بيهدوء شديد خلال الساعتين اللي فاتوا وضعنا ايدنا على اعتراف اعتراف واضح وصريح من الاخوان من خلال قنوات محددة وشخصيات محددة بتحض على اغتيال الرئيس السيسي بشكل واضح بشكل واضح كلام بشكل واضح لا احنا خلال الفضاء فيه حاجات لا يؤلم عنه لكن بقول لما تيجي محطة فضائي واحد بيطلع بيقول انا مزيع بيحض ويدعو الى اغتيال الرئيس دي معناها بسرعة مش هنقعد نهاتي ولا اعود اتكلم ولا اعود ازعى وخلاص لا 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 خالص احنا مع حرية الاعلام احنا مع حرية الرئي لكن مش مع حرية التحريض والقتل لا دي تحرك قضية عاجلة في الجنائية الدولية ومجلس الامن وتختر كل دول العالم بان فلان الفلاني والمحطة الفلانية بيحرضوا على القتل وانترجم هذا الكلام الكلام اللي بقوله النهاردة كل الناس القانونيين والمحاميين الدوليين اللي موجودين في مصر من فضلكوا احنا نعمل هذا الكلام ونترجمه ونبعثه بسرعة لانه احنا لابد ان احنا نتحرك بشكل قانوني بشكل جدي بشكل ما فيهوش نوع من العواطف القانون قانون وانا اعلم بشكل واضح انه انا مع حرية الرأي لكني مش مع حرية التحريض احنا مع حرية تعبيرك عن رأيك احنا مع حقوق الانسان كاملة لكن لسنا مع الفوضى لسنا مع تفتيت وتشتيت البلد وتحويل البلد الى حالة فوضى مقصودة احنا لمحنا وضبطنا هؤلاء بيلمحوا ويصرحوا الى جريمة هذه الجريمة مكتملة الاركان هروح معاكم بسرعة نشوف المدعو حمزة زوبع وهو بيلمح وبيصرح بغباء سوف يطوله ويصل به الى منصة القضاء باذن الله عاجلا كل الطرق الى امامك طريقك مسدود 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 يا ولدي هتروح فين اغيب نكسورة السادات وهو بتقتل ده مين ده حمزة زوبع لسان الاخوان في تركيا بيكلم بيوجه خطاب الى الرئيس السيسي بيقول له طريقك مسدود 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 وانت مصيرك زي السادات انا بتكلم بشكل واضح انا قبل كده كنت بقول الحاجات دي ما ينفعش اقولها ولكن لازم الناس تعرف كل حاجة بقى الخطة كاملة التوجه اللي بتكلمه اقول له احنا سلميين اهو بتكلم بيقول له هيبقى مصيرك زي السادات وهنتقتل هتقتل مين اللي قتل السادات؟ من قتل السادات؟ من الذي قتل السادات؟ هؤلاء جماعة اسلامية واخوان وموجود طريق الزمر معاهم وموجود دلوقتي عبود الزمر حي وطليق وعايش ومروة وحنا بنتكلم مئة مرة كلمة هذا المتحدث